وقع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مرسوم إنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن الراوية وكلف الأمين العام لوزارة المالية إبراهيم جمال كسالي بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة وللمزيد من المتابعين ينضموا إلينا من الجزائر مراسل الغد كريم ما قندولي كريم ما هي ملابسات إنهاء مهام الوزير أولا حسين مساء الخير رئاسة الجزائرية نشرت بيانا مقتضبا لم يحمل الكثير ربما من التفاصيل حول إقالة أو إنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن الراوية بمرسوم رئاسي من الرئيس عبد المجيد تبون إذن كان البيان جاء على النحو التالي التزاما بالمادة الـ 91 من الدستور والفقرة السابعة من الدستور أيضا قرر رئيس الجمهورية بالمشاورة أيضا مع الوزير الأول عبد الرحمن يعني إنهاء مهام وزيرة المالية عبد الرحمن الراوية يعني هناك ربما الكثير من أحداث الإقالات في الآونة الأخيرة لا يمكن ربما أن نأخذ هذا الخبر على معزل من العديد من الإقالات التي حدثت سواء على مستوى شركة النقل البحري وإن المدير العام بهذه الشركة وعدة كوادر فيها أيضا يواجهون الآن الحبس المؤقت هناك أيضا إقالات على مستوى مطار الجزائر الدولي والعديد من المسؤولين الأمنيين من الشرطة هناك يعني كل ذلك يأتي بسبب تقصير من هؤلاء أو يعني حدوث أفعال يعني أساءت إلى ذلك وقبلهم كان وزير النقل أيضا عيسى بكايا الذي تم إقالته وذكر بيان الرئاسة آنذاك بأنه نقام بفعل مسيء للجزائر إذن هناك الرئيس عبد المجيد تبون حتى الآن لم يستقر بعد على الرجل الذي يستطيع أن ربما يترجم ويبلور أفكاره في مجال النهوض في الاقتصاد لا سيما في حقيبتي الصناعة والمالية هذه الحقيبة خاصة الأخيرة نتكلم حول وزارة المالية التي من شأنها أن تنظم سوق البنوك وأيضا سوق الصرف وسياسة العامة المالية الموجودة والضرائب وغيرها يعني قبل حوالي أربعة أشهر فقط تم الاستنجاده بعبد الرحمن أراوية في 17 من فبراير 2022 على إثر اختلالات كبيرة التي انتقدها المختصون وتسببت في تذمر شعبي كبير بعد الضرائب التي كانت على مسوى قانون المالية آنذاك خاصة في مجال التجارة الإلكترونية وتدخل الرئيس عبد المجيد تبون شخصيا من أجل إنهاء هذه الضرائب يعني صافع أولا البرلمان وأيضا الحكومة على مثل هذه الأفعال التي تتسبب في غليان شعبي لسيما في ظل تدهور القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار وتضخم وغيرها من المسببات التي ربما تؤثر بشكل مباشر على المواطنة من المؤكد الآن بأن عبد الرحمن راوية الذي اشتغل مرتين مع الرئيس تبون مرة كرئيس ومرة أيضا كوزير الأول عام 2017 من المؤكد بأنه لم يقدم أوراق اعتماده الحقيقية مع الرئيس عبد المجيد تبون بما ربما يسمح له بأن يكون راضيا على أدائه وهو ما تبين من خلال الفترة الأخيرة وحدثت الكثير من الأمور نتكلم أيضا حول شخصية أخرى والأمين العام لوزارة المالية والذي يعتبر من بين الخبراء في قطاع المالية قد يراهن عليهم مؤقتا وقد يزكيه لاحقا في اتظار ربما بعض الأخبار التي تتحدث حول تعديل الحكومين سيطرأ في الأسابيع المقبلة وقد يؤدي ربما إلى أيضا إزاحة بعض الوزراء الذين لم يقدموا ما هو منتظر منهم وجلب أسماء أخرى لكن بعض المختصين يؤكدون بأن عدم الاستقرار على هذه الوزارة السيادية ووزارة المالية بكل ما تحمله من تحديات في النهوض بالاقتصاد المالي وتصحيح السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة سابقا لسيما في العشرين سنة من زمن بوتفليقة يعني هناك عدم استقرار يعني كان هناك الرئيس أقول الوزير الأول أيمان بن عبد الرحمن هو الذي كان وزيرا للمالية أيضا والآن عبد الرحمن راوية والآن الأمين العام لوزارة المالية وهو ما يؤثر ربما على العديد من السياسات التي ستنعكس يعني على الواقع شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات الزميلة الكريمة قندولي مراسل الغد كان معنا من الجزائر ترجمة نانسي قنقر